السلام عليكم السلام عليكم مين هو النبي دانيال؟ ايه حكايته بالزبط؟ وليه أنا تحديداً جايب لكم حكاية النبي دانيال؟ طب ما أنا كنت جبت النبي من أنبياء اللي هما مثلاً يعني طبعاً ختم الأنبياء أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طب ما أنا كنت جبت أي حد غير النبي دانيال مثلاً ولكن الحقيقة أنا لاحظت أن عليه جدل كبير جداً ولاحظت كمان وأنا حرفق المصادر طبعاً عندك عشان تشوفه الدنيا ماشي ازاي؟ أولاً دانيال بالعبرية هو اسمه دانيال عادي جداً هو أحد الأنبياء الأربعة الكبار في التراث اليهودي المسيحي والراجل دوت كان أحد أنبياء الإسلام برضو وكان شخصياً مركزية في صفر دانيال وينتسب إلى صبط يهودة وده وفق الرواية التوراتية كان دانيال شاب صغنطة كده جميل وقتيد إلى إلى السجن إلى السبي البابلي وتم تعليمه هناك على يد علماء أشراف وكان نبو خزناصر طبعاً الراجل ده له حوارات كبيرة جداً هم بحكها لكم بعدين وفي ببابل في العراق وكان معه ثلاثة من الشبان الأشراف حنينيا وميشائيل وعذريا في سنة 605 قبل الميلاد وعايز أقولك أنه مولود في القرن السادس قبل الميلاد برضاً نسيت النقطة دي تعلم لغة الكلدانيين ورشحة لخدمة القصر وفي يوم من الأيام طبعاً هو كان وخلاص بقى حكيم وعليم وشغلنا كبيرة يعني في يوم من الأيام نبو خزناصر حلم حلم من نايل بنيلا قالك بس خلاص دي نهايتي وكل ما تكلم مع حد يقوله ده انت انتهيت يا عم نبو خز خلاص تأكل الله فاستدعى دانيال لما سمع عن حكمته وجاله دانيال وحكاله الحلم أول ما حكاله الحلم دانيال طمنه نبي دانيال طمنه جداً وقال له متقلقش الموضوع بسيط واحد اتنين ثلاثة لكن خالص بعيد عن موضوع ان انت ايه نهايتك قربته كده وبدأ طبعاً عجبه قوي الحكاية دي فبدأ انه هو يكون أقرب واحد لخدمه للناس بتوعه وبقى زي يكون وزيره كده وعدت على كده فترة طويلة لحد ما في يوم من الايام طبعاً تعرض للقتل تعرض للقتل على يد أسدين من بختنصر وده كان بعد ايه بعد بعد نبو خزنصر بختنصر بعت له أسدين وألقاهم في جب وألقاهم وألقى دانيال عليهم فيقولك ان هما أسدين لم يقرب نهائياً لدانيال وبعد فترة دانيال اشتهى طعام الأدميين فأوحى الله إلى أرمياء وهو قصة طويلة المهم في النهاية إن أرمياء رحلوا بالطعام ولقاها عايش وحي والأسدين قاعدين جنبه كأنهم يعني أكل بين ما فيش حاجة والدنيا مشى زي الفل وقال وقال النبي دانيال الحمد لله الذي لا ينسى لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي يجيب من دعاه والحمد لله هو دعاء جميل النبي دانيال قاله في بئر أو في الجب واشتكى لربه حاله الشديدة من ما تعرض له من ظلم ويذكر في الأثر برضو أو في أحاديث لأبي بكر ابن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري عن أبو محمد ابن عبدالله ابن القاسم عن أبي الأشعز الأحمراء إنه دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد وده اللي ربنا سبحانه وتعالى استجاب له هقولكو إزاي إنه عمر بن الخطاب لما دخل مدينة عمر بن الخطاب لما دخل مدينة تستر والمدينة دي في سنة 21 هجرية المدينة دي في قرب زي إيران كده على الحدود مع إيران عمر بن الخطاب وجد والمسلمين وجدوا جسد النبي دانيال فأمر عمر بدفنه وإخفاء أثره إخفاء أثره إزاي إنه هو أولا هم لقوه مع ناس والناس دول هقول لكم الحكاية من الأخير هليه طب ما أنا أقول لها لكم من أول لقوه عند ناس حطينه كده على زي سرير وكل مدينة بطى المطر في المنطقة دي يطلعوه ويفضل ويدعو جنبه لحد مدينة يتمطر سألوهم راجل ده ميت من كم سنة قالوا من 300 سنة طب أنتوا حطينه كده ليه قال لك إحنا حطينه كده وده النبي بتاعنا ومش عايزين ندفنه قال لهم تمام أمر عمر بدفنه وقبل ما يدفنه نبشهم 13 قبر وبعد ما نبشوا 13 قبر دول وخلاص تمام كده والناس هديت والدنيا نامت بالليل دفنوه في قبر منهم وإيه وساووا الـ 12 قبر التانيين وغيبوا قبره وخشية التبرك به أو اتخاذه مع بدان وطبعا في اللحظة دي دي كانت أمنية النبي دانيال إنه على حسب الرؤية الإسلامية إنه هو يدفن في في أمة محمد وده اللي حصل فعلا ومقام النبي دانيال حاليا في إيران في منطقة اسمها سوسة وطبعا اللي انتو برضو متعرفوهش عنه إنه هو يقول العلماء المعاصرين إنه دانيال ده شخصية إسلامية أو من أحد الأنبياء اللي هم بشروا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا قالوا كمان إنه هو بيقولوا إنه هو زار أماكن كتيرة جدا وكان صديق لواحد اسمه بن يمين تودلا اللي هو كان أحد أنبياء بني إسرائيل وزار أسيا وزار أماكن كتيرة جدا في 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 المنطقة العربية وفي ناس بقى أكدت على مكانه في المعابد اليهودية وتم عرض القبر الذي ينسب إلى دانيال في مكان تاني في أوروبا وطبعا ده مش صحيح النبي دانيال مدهون في منطقة سوسة بإيران ومبنى مرقد عظيم جدا حبعت لكم صورته في المصادر قبة المرقد بتاعته مخروطية الشكل يعلوها سلم وده من الهندسة المعمارية للقباب ودي مألوفة في المنطقة دي ويبقى دانيال يا جماعة من النبي في الديانة الإسلامية وفي الأحاديث النبوية والمسلمون يبجلونه ويعتبرونه نبيا كريما من أنبياء بني إسرائيل وده من المغلطات التاريخية يعني من الآخر دانيال نبي مسلم تمام كما هو الحال بجميع أنبياء بني إسرائيل وهو يذكر كمان عنده عنه أنه فيه اهتمام شديد فيه في مدينة سوسة في إيران وهو موقع اهتمام شعبي بين المسلمين المحليين والجالية اليهودية في إيران على حد سواء لحد كده تمام طيب أنا ليه اخترته ده تحديدا اخترته تحديدا للسببين السبب الأول أنه أطفالنا وحتى أنا كشخص مش صغير يعني برضو ما كنتش عرف عنه حاجة تقريبا والحاجة التانية أنه بجد احنا محتاجين نفهم أن الناس دي كتعايشة في وقت من الأوقات فإحنا لازم نتعلم من سيرتهم كل حاجة نجي بقى للحتة اللي أنتم بجد لازم تسمعوه الدعاء بتاع دانيال دعاء لما أرسله إرمية له وقال له من أرسله قال أرسلني ربي إليك فقال دانيال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي يجيب من دعاه والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا وقربنا والحمد لله الذي يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عننا والحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ده دعاء دنيال خيالوا وده أحد الأسباب اللي خلتنا أعمل الفيديو ده الدعاء ده بجد شديني جدا لدرجة أن أنا حبيت أن أنا أشرككم معايا في الحديث وإن شاء الله حتشوفوا في المصادر كل الكلام مش كل حاجة تسمعوها تصدقوها ومش كل حاجة كده